أخدتوا بالكم من الأهداف أو أهداف الحكومة أو المطالبة أو المطالب من الحكومة الجديدة إيه؟ أتمنى بس تكونوا أخدتوا بالكم إنها كويس لأنه في بعض الحاجات أنا بالنسبة لي تبقى لافتا للتنظر أي مواطن في الدنيا هيجي أول حاجة هيقولي الأسعار والتجار من ضمن المطالبات اللي على طاولة الحكومة الجديدة الحد من جشع مش التجار خد بالك من الجملة اللي إحنا استخدمناها كده وإحنا حطناها قدام حضرتك الحد من جشع بعض كبار خد بالك بقى كبار التجار أما الحد من جشع بعض التجار مصطلح مالوش معنى كبار التجار خد بالك ليه؟ لأنه اللي يعمل الأزمة مش التجر الزغير اللي يعمل الأزمة لو تجر كبير لو تجر كبير ولدي هذا الجشع أدي واحد مسألة وقف أي شكل من أشكال الممارسات الاحتكارية إذن الاحتكار مين اللي هيمرسه؟ هو برضو بالتأكيد بعض من كبار التجار إذن هذه المصطلحات مش بقول لك أنها مصطلحات جديدة على حاجة لكن هي إشارة واضحة جدا 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 إلى أنه الحكومة الجديدة يعني مثلا يقول لك إيه؟ يقول لك أنه تشديد الرقابة مش على الأسواق أتحطت كلمة الفاعلة أنا من أنصار ركز دايما في الصياغات الصياغات في أي شيء في الوجود الصياغات في مسألة مثلا إيه؟ بما ده نطالب الحكومة الجديدة مثلا الصياغات في مسألة مسألة تانية زي المتعلقة مثلا بالتعهدات الدولية وقرارات الدولية وحاجات زي كده الصياغة كل حرف فيها بيفرق فالصياغات شديدة الأهمية طيب ده غير إنه لو خدت بالك كمان إحنا بنتكلم على إنه التنفيذ سرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني طيب زي إيه على سبيل المثال وأنا أقول لك على أجندة الأولويات إحنا بنتكلم على مسألة الحوار الوطني معمول بالأساس لأجل المشاركة السياسية لكل الطيارات اللي موجودة في مصر وبالتأكيد زي ما إحنا متفقين مما لا شك فيه بعيدا عن الإخوان وكل المتورطين في العنف وليذهب الإخوان دائما للجحيم يعني وده شيء الحقيقة أنا أعتقد كلنا يعني نتفق عليه إحنا بكرة 3-7 هذا البيان التاريخي والعظيم واللي وحد مصر كلها واللي إدى مصر كلها أمل بل أزيدك من الشعر بيت بيان 3-7 ده إدى أمل للمنطقة العربية كلها آنذاك وقتها في غد أفضل وفي مستقبل أفضل بعيدا عن الجامعات المتطرفة بس أنا عايز أرجع مرة تانية على مسألة الحكومة يعني هتلاقي مثلا أنه من أهم من المطالبات اللي موجودة أمام الحكومة هي قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا فيما هو متعلق باقي الحبس الاحتياطي شيء رائع طيب مسألة قانون الانتخابات والإدارة المحلية انتخابات المجالس النيابية كل هذه مطالبات من القوى السياسية اللي كانت موجودة والتي لازلت في الحوار الوطني وقدر أقولك أن المطالبات كمان كانت أغلب هذه المطالبات واللي يشتغل عليها الحوار الوطني كتوصيات واللي هيشتغل عليها الحكومة الجديدة وبالتأكيد فيه جانب كبير جدا منها اللي هو جانب التشريع هيبقى مطروح أمام نواب الشعب المتعلقة بهذه القوانين المعارضة كان لها دور كبير جدا في هذا الأمر جدا المترجم بالقوانين